أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن وصايا سيدي الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف تصبح خليل الرحمن فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن ومن ذلك أنه كما حكي عنه أنه جاءه مرة ضيف فرفض أن يقرغ لأنه علم أنه مشرك وقال له إذا وحدت الله أكرمك وإذا لم تفعل فلا تأكل عندي فقال له المشرك أأترك ديني ودين آبائي من أجل لقمة تعطيني إياها فانصرف عنه وذهب فأوحى الله إلى سيدنا إبراهيم أن يا إبراهيم قد صدقك ولي سبعون سنة وأنا أرزقه وهو يشرك بي أفتريد منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة؟ ولذلك لحقه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وسأله الرجوع ليخريه واعتذر إليه فقال له المشرك يا إبراهيم ما بدلك لماذا غيرت رأيك ولماذا تعتذر مني الآن؟ فقال سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عتبني ربي فيك وقال لي أن أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت تريد منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فقال المشرك أو قد وقع مثل هذا؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم فقال المشرك هذا رب ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكانت هذه القصة أو هذه الحادثة سبب أن سيدنا إبراهيم صار يكرم الناس كلهم يعني مؤمنهم وكافرهم وبشركهم ومهما كان دينه يعني عم إكرامه وإقراؤه للضيف فسن القرى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولكن من جهة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة المنتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وبما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فكيف يمكن أن نجمع بين هذه الآية التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نتخذ الكافرين أولياء وبين وجوب إكرام جميع الناس كما فعل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول الشيخ الأكبر بحيدين بن العربي في الباب التاسع والسبعين بعد المئة من الفتوحات المكية في معرفة مقام الخلة فيقول من ضمن ما يقول فمن أراد تحصيل هذا المقام وأن يكون خليلا للرحمن يجمع أي عليه أن يجمع بين الآية في قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة مع جهل الأعداء به أي بالله إن الإحسان منه تعالى وهو محسن إليهم مع عدوتهم ولم يجعل في قلوبهم الشعور بذلك فعلى الإنسان أن يجمع بين هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نتخذ الكافرين أعداء أولياء ومعنى أنه سبحانه وتعالى هو يحسن إليهم مع جهلهم بأنه هو المحسن ويعني لا يشعرهم أنه هو الذي يحسن إليهم فينبغي للإنسان الطالب مقام الخلة أن يحسن عامة لجميع خلق الله كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصيهم وأن يقوم في العالم مع قوته أي مع قدرته مقام الحق فيهم من شمول الرحمة وعموم لطائفه من حيث لا يشعرهم أن ذلك الإحسان منه ويوصل إليهم الإحسان أو الإحسان إليهم من حيث لا يعلمون فمن عامل الخلق بهذه الطريقة وهي طريقة سهلة فإني أي الشيخ مهدين بن العربي يقول فإني دخلتها وذقتها فما رأيت أسهل منها ولا ألطف وما فوق لذتها لذة فإذا كان العبد بهذه المثابة صحت له الخلة وإذا لم يستطع بالظاهر لعدم الموجود أي لعدم القدرة أمدهم بالباطن فدع الله لهم في نفسه بينه وبينه أو بين ربه هكذا تكون حالة الخليل فهو رحمة كله أي إذا لم يستطع الإنسان أن يكرم الناس الكافرين والمؤمنين العاصين والمطيعين والطائعين كلهم يكرمهم دون أن يشعرهم إذا لم يستطع أن يفعل ذلك في الظاهر فيفعل ذلك بالباطن فيدعو الله لهم بينه وبين نفسه دون أن يشعرهم بذلك يدعو لهم بالهداية مثلا فالخليل هو رحمة كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين